اشتركوا في القناة معلمتي معلمتي ماذا بك يا ثانوة؟ في الصباح الباكر وأنا في السيارة عندما حضرت إلى الروضة لقد سمعت سورة الناصر بارك الله فيك يا صغيرتي هل تحفظينها؟ نعم لقد تعلمناها هذا الأسبوع فأنا حفظتها جيدا بارك الله فيك يا صغيرتي هل تحفظونها أيضا يا صغاري؟ ما رأيكم أن نتأدب الآن بآداب تلاوة القرآن الكريم وأن نجلس جلسة صحيحة وأن نستمع ونردد خلف القارئ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا بارك الله فيكم يا صغاري وبارك الله فيك يا صغيرتي تنوى معلمتي؟ نعم يا صغيرتي بالآن عندما ذهبت إلى الحديقة لقد شاهدت طفلا يكسر غصن الشجرة وهل هذا تصرف صحيح؟ لا لا يا معلمتي لقد حزنت على الشجرة كثيرا ماذا يجب علينا أن نفعل حتى نحافظ على بلادنا الحبيبة قطر؟ مم... معنا أيضا إنه أحافظ على بلدي مع الشئ ممم بلادّ مثل الولد الذي كسر غصن الشجرة أحسن سياساً وبرك الله فيك ويجب عليك أيضاً أن تحرصي على الذهاب إلى الروضة وأن تحرصي أيضاً على التعلم عن بعد لأنك صغيرة ويجب عليك التعلم حتى تصبحي طبيبة أو معلمة أو شرطية نعم نعم أريد أن أصبح معلمة وبذلك سوف تخدم من وطنك وهذا دليل كبير على حبك للوطن هل تعلمين ماذا يجب علينا أن نفعل أيضاً؟ ماذا يا معلمتي؟ يجب علينا أن نحافظ على بيئة قطر وأن نحمي الحيوانات والنباتات التي تعيش فيها حتى نحميها من الإنقراض انظري معي ما هذه الصورة يا ترى ما هذه يا معلمتي؟ هيا نكتشف سوياً هيا يا تنوى ماذا ترين يا تنوى؟ إنه أرنب إنه أرنب أحسنتي إنه أرنب بري إنه يعيش في دولة قطر نعم أنا أرنب أرنب كبيرة في دولتي ما رأيك الآن أن نتعرف على الحيوانات الأخرى التي تعيش في دولة قطر؟ مثل الصقر وحيوان المهى والجمل والضب هذه جميعها حيوانات تعيش في دولة قطر انظري أيضاً يا تنوى معلمتي عند والدي وجدي صغر هل تحبينه؟ نعم هل هو كبير أم صغير؟ يوجد لدينا إثنان كبير وصغير رائع يا تنوى انظري هذه هي النباتات التي تعيش في دولة قطر مثل النخيل وشجر السدر يا جدي منذي أيضاً نخيل رائع يا صغيرتي ما رأيك أن نقوم بعد تلك الأشجار؟ هل أنت مستعدة؟ نعم نعم هيا بنا هيا يا صغاري عدوا معنا واحد اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة هيا نقوم بعدهم واحد واحد اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة هذه مجموعة مكونة من ثلاثة عناصر انظري معي يا ثنوى إلى هذه الشاشة يا ترى كم عدد أشجار النخيل هنا؟ أنا أعرف جيداً واحد اثنان اثنان أحسنت يا صغيرتي وهذا هو الرقم اثنان ماذا تلاحظين أيضاً؟ الصورة الثانية؟ نعم اثنان انها سقوم بعدها عديها حبيبتي واحد اثنان ثلاثة ثلاثة وهذا هو الرقم ثلاثة أنا أخاف من الأنفع انها ثعبان ما اسمها؟ ثعبان ثعبان احسنت يا صغيرتي اريد ان اسألك سؤالاً كلمة ثعبان بأي حرف تبدأ؟ بحرفنا لهذا الأسبوع أحسنت حرف الث حرف الث هذا حرفنا لهذا الأسبوع انظري انظري هناك مقاطع مباثرة بها حرف الث نريد أن نقوم بتركيبها حتى نعرف يا ترى ما هي هذه الكلمة؟ هل أنت مستعدة؟ لا لعبة جميلة هيا هيا ثع ثع ل ل بون بون ثع لبون ما هي الكلمة يا ترى؟ ثع لبون ثع لبون احسنت يا صغيرتي ثع لبون ثع لدينا كلمة أخرى هيا نقرأها سويا ثع لبون ثre o بون ثع لبون نريد أن نحذلها ماذا سنفعل؟ سنقوم بالتصفيق هل أنت مستعدة؟ نعم نعم نريد أن نتعرف عليها من كم مقطع تتكون يا ترى هيا بنا ثاب بون ثاب من كم مقطع تتكون؟ إثنان أحسنت يا صغيرتي المقطع الأول ثو والمقطع الثاني بن رائع يا ثانوة هل استمتعتي بدرسنا لهذا اليوم؟ نعم إنه درس جميل جدا هل استمتعتم يا صغاري؟ أتمنى ذلك هيا نتذكر سويا ماذا درسنا اليوم؟ تعلمنا اليوم سورة النصر وقمنا بمعرفة مظاهر حب الوطن وتعرفنا على الحيوانات والنباتات التي تعيش في دولتنا الحبيبة قطر هل تتذكرينها يا ثانوة؟ نعم مثل كلمات ثالث وطعبات أخاف منه كثيرا مثل حيوان الثعلب والثعبان أحسنت يا صغيرتي والنباتات التي تعيش في قطر هل تتذكرينها؟ نعم نعم مثل الموجود في منزلنا النخيل أحسنت يا صغيرتي وتعلمنا أيضا تركيب كلمة ثعلب وتحليل كلمة ثوب غدا بإذن الله نلتقي سويا لنستمتع معا بأشياء جميلة ومفيدة إلى اللقاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر